مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوينة الجامعة الجزائرية ترسل الفيفا لإقساء المنتخب المغربي من كأس العالم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض من المنابر الصحفي الجزائرية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد الأحداث الشغبة التي عرفتها المباراة أسود أطلس أمام منتخب تشيلي حيث شهدت المباراة الودي التي خاضها المنتخب المغربي أمام مناظره تشيلي بعض من أحداث الشغبة الجماهر المغربية التي اقتحمت أرضية الملعب بإعداد كبيرة مباشرة بعد الصافرة النهائية لحكم المباراة وقيمت الأجواء اللقاء على ملعب إيلبرات في مدينة برشلونة وحسب ما ذكرته بعض من الصحف الإسبانية أن عدد كبير من الجماهير اختحموا أرضية الملعب أثناء المباراة في أكثر من المناسبة وكادت هذه الأفعال أن توقف المباراة قبل أن يطلب مديع الملعب من المناصرين عدم النزول مرة أخرى إلى المستطيل الأخضر وعرف اللقاء أيضا توجد أعداد كبيرة من المشجعي لمنتخب الجزائري في المدارة الجاتع ولم يعرف السبب هل هي طريقة للاستفزاز الجماهر المغربية أم لتحفيز المنتخب الوطني المغربي شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله شكرا على المشاهدة